من أعظم محاسن الشريعة أن جاءت بأحكام وآداب قضاء الحاجة فجاءت لتطهير النفس قلبيا وروحيا وهو نجاسة الشرك كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا إنما المشركون نجس وهذه النجاسة هي النجاسة المعنوية أما النجاسة الحقيقية الحسية هي النجاسة التي جاءت الشريعة أيضا بالتطهر منها كما قال الله عز وجل وثيابك فطهر على أحد التأويلين نقل المؤلف رحمة الله عليه في باب الاستطابة عن أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يمسك أن أحدكم ذكره بيمينه وهو يبول ولا يتمسح من الخلاء بيمينه ولا يتنفس في الإناء متفق عليه هذا الحديث فيه آداب قضاء الحاجة وفيه حرص الشريعة على أن يكون المرء نظيفا وأن يجعل اليد اليمنى لما شأنه التكريم فتحتاج إلى تنظيفها وأن لا تلطخها بالنجاسة فأنت تحتاج إلى الأكل منها تحتاج إلى أن تعطي وتأخذ من الناس منها فما كان من شأنه التكريم نزه عما من شأنه الوسخ والنجاسة فلهذا حث النبي صلى الله عليه وسلم على هذا وأمر به وهذا أيضا يدل على عناية الشريعة بهذه الأمور خلافا لكثير من الناس ممن يستهين بهذه الآداب يرى أبناءه أحبابه يصنعون مثل هذه الأشياء ولا يبالي أن يصحح هذه المفاهيم ومن هذه اللطائف التي كنا نسمعها عن الشيخ الألباني رحمة الله عليه في أشرطته المسجلة يمر عليه أناس فيسقونه بعضا من الشراب القهوة ونحوها فكان إذا مر من جهة اليسار قال السنة أن تبدأ باليمين فيشير إليه إلى ما هو السنة في ماذا؟ في آداب الشراب آداب الطعام إذا سلم من جهة اليسار قال أبدأ باليمين إذا صنع كذا قال فيحرص على تأديب من حوله على هذه الأحكام وهكذا ينبغي أن يكون معلم الخير الوالد مع أبنائه المعلم مع طلابه أن يعلمهم سنة النبي صلى الله عليه وسلم وهديه وهذا من تمام الشريعة ومن كمال الشريعة العظيمة التي لو وزنت بالشرائع الأخرى لم تجد عشر معشارها